النهاردة هنعمل مع بعض الشيش توق بطريقة سهلة جدا وسريعة ومش هتاخد مننا اي وقت واللي كمان منكم بيشتغل او مش فاضي ان هو يقف كتير في المطبخ ويحضر الاكل في وقت طويل النهاردة هقول لكم تعملوا ايه هتابعوا الفيديو بالاخر وكمان اشتركوا في القناة عشان تتابعوا الفيديوهات الجيدة ان شاء الله المرة اللي جاية حبيت كمان اعملكم جامبي شوية رز بسمتي حلوين قوي اعجبكم ان شاء الله اول حاجة عشان نبدأ نعمل الحاجات الحلوة دي هنجيب وراك مخلية مفيش فيها عضم ممكن لو انتي بتعرف تعمليها في البيت او تخليها في البيت تجيبيها عادي وتشيلي بقى الجلد وتشيلي العضم بتاعها مفيش مشكلة بتكون كده بالشكل ده طبعا لو حابين تستخدموا صدور البنية بدل الوراك مفيش مشكلة بس هتكون ناشفة شوية فالاحسن ان الوراك بتكون طرية وجوسي حتى الدهون اللي فيها بتساعد ان هي لما تتشيلي بتقاطعمها جميل اما بقى بالنسبة للتطبيلة اللي قدامنا دي مكوناتها معلقتين كبار من الكوركم بصيرية كبيرة اتنين معلقة برضو من القرنفل يكون مطحون وثلاث حبيات من الفلفل الاخضر معلقتين زيت زاتون وربع كوباية من زيت الدرة وقطعة من الزنجبيل الفريش واربع فصوص توم كبار دول بدربهم في الخلاط كويس قوي وبشيلهم في البرتمان وبحط عليهم ممكن طبقة كده معلقتين زيت فوق الوش عشان بس ما يبقاش في تعفن او حاجة في البرتمان بعد كده وبس كده ببدا بقى استخدمها عادي وبحط بقى ايه التوابل لو انا عايز ازود بعد كده انا دلوقتي زودت الكوبابة وزودت من السماء وزودت من الكاري قلبتهم على بعض وبضيف الملح وبضيف معلقتين تخلي صغيرين وكمان اربع معلق من الزيت طبعا الفراخ قبل ما نحطها في التدبيلة بنكون ناعينها لمدة رابع ساعة في مياه وملح بقلبهم كلهم بقى مع بعض وبضيفهم على الفراخ بس بها لمدة نص ساعة لو مستعجلة ممكن تشتغلي فيها على طول وتبدأي تحطيها في العدان الخشبية دي بس طبعا كل ما قاعدناها في التدبيلة طعمها بيبقى احلى كتير بعد كده ببدأ ساخن الجريل وبنحط الفراخ في الجريل كده وبنغطيها وبعد شوية نقلبها من ناحية تانية ومشوفها كده استعودت قبل لسه بس بتاخد لون ازاي انا اغطيها بقى تسيبها لغاية لما تستوي لو مش عندك الجريل تقدر تتجيبي مثلا اي صنية بتحطي فيها ربع كوباية مياه في الصنية وبعدين بترصي العدان بالشكل ده وبتدخلها الفرن عادي جدا وبرضو بتقلبيها تبص عليها كل شوية لغاية لما تستوي نسيبهم يكملوا سوا وهنروح نعمل الرز دلوقتي اول حاجة بجيب معلقتين من الزيت كبار وهنجيب مقدار الرز بتاعنا ده كنص كيلو رز اغسلته ونقعته مدة ربع ساعة وبعد كده بدأت ان انا استخدمه على طول هنحطه على الزيت ونقلبه كده يتحمل شوية وهبدأ اضيف البهارات تتحمس كده معاها حطيت نص معلقة من القرفة والكركم والكاري والملح الملح حسب طبعا انتو بتحطوها الدقيقة انا هنا ضفت معلقتين وحطيت زنجبيل نص معلقة زنجبيل مطحون وبقلبهم كلهم معا بعد كده يتحمسوا هتلقوني كتبالكم المقدير تحت الفيديو كده على طول في صندوق الوصف هبدأ اضيف شوية من الزبيب لو عندك اي نوع زبيب مكسرات حاجة حابة تضافيها مفيش مشكلة ممكن تضافيها دلوقتي وبنقلب كله مع بعضه برضو لغاية لما الرز يتحمس كده معايا ممكن برضو مضافيش حاجة عشان في ناس مش بتحب الزبيب يكون كتير او على حسب يعني فممكن اللي حابب ممكن يبقى يضيفه بعد كده دلوقتي كده انا ضفت معايا من الكركم وضفت المية بنستخدم مية مغلية مقدار المية بتاع الرز البسمتي بيكون اعلى شوية من الرز بحوالي سنتي نحن هنزود برضو مية تاني دلوقتي بس هنعمل التوم هنجيب التومية ونبشرها بالشكل ده وستي ضعم حلو قوي للرز وبعد ما نبشر التوم بنقلبه مع الرز كويس وبضيف المية زي ما قلنا هنعخليها تعرى شوية عن الرز بمقدار سنتي وبعد كده هغطيه واسيبه بقى يغلي وبعدين اوطي على النار لغاية لما يتشرب تماما وابدأ بعد كده اغرفه وهي دلوقتي الشيشة اوك خلاص بقى جاهز معنا شكله فضيع وطعمه خطير التدبيلة فيه مدية طعم الجميل قوي قوي للقطع الفراخ طريقته سهلة جدا 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 وكمان تقدر تحضرها بسهولة وفكرة التدبيلة اللي هي في البرطمان دي هتسعف معك جدا جدا لو فيه اي يوم استعجلة ممكن تجيبي حاجات كده بسرعة وتجهزيها كمان الرز جميل جدا بصوا مفالفل ازاي وطعمه انا بقولكو طعمه فضيع جربوه بالطريقة دي ومش هتشتروه تاني من الشارع خلاص ممكن كمان تضيف عليه شوية زبيب تاني من فوق واي مكسرات كاجو او لوز متأشر وهيبقى طعمه جميل جدا اتمنى يا رب تكون الوصف عجبتكم النهاردة واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد قريب باي باي اشتركوا في القناة